السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة عمل لكم نشاط جديد من سلسلة النشاطات المدرسية لمادة الرياضيات هنعمل مع بعض الاشكال الهندسية ده كتاب الصف السيني الابتدائي ودي الاشكال الهندسية هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناة يفعل زر الاشعارات علشان يوصلوا كل جديد ويكون مشترك في القناة ويشرفني وينورني انا هنا هقول لكم عملت ايه انا جبت الكتاب بس وفتحته قدامي وجبت الاشكال دي تبصيت في كل شكل شكل وهقول لكم جبت مقص وجبت كرتونة فاضية وبصيت لكل شكل وبقيت اقص يعني مسلس قصيته مسلس عملت له قاعدة من تحت صغيرة ومسند من وره كده حاجة تسنده يعني علشان ما يقعش وعملته بالشعمة لو مش عندوكم شعمة اعملوا اي مادة لاسقة من عندوكم او شوفوا اشتروها من مكتبة عملنا هنا الهارم برضو عملنا له اربع مسلسات وعملنا له قاعدة مربعة من تحت ولزقناها بالشعمة وبرضو ده عملناه متوازم وستطيلات وده برضو اللي هي الكنز دي عملناها استوانة كلها حاجات من البيت يا جماعة مش هتحتاجه غير مقص وكرتونة فاضية بس الكارتونة تكون تعرف تتعرف وتقصوها عشان يديكم توجعكمش عشان تبقى سهلة في القصل معاكم اعملنا كل الاشكال هنا جبنا بقى جبت بعد ما خلصت الاشكال كلها وعملت لها وعملتها مش عايزين تعمله قاعدة من تحت مش مشكلة خالص ممكن تعمله الشكل وتلزاوه زي ما هو في اللوحة كده وخلاص هنا عملت برضو الدقيرة كده كنت عاملاها برضو هسا هقول لكم انا عملتها ازاي دلوقتي العيون اللي فيها ديت انا اشترتها من المكتبة لو مش عندوكم العيون ديت هقول لكم على فكرة العلبة عاملة اتنين جنيه ونص بس لو مش عندوكم العيون ممكن تجيبي الورق الفوم الابيض والورق الفوم الاسود وتعمله دائرة صغيرة بيضة وجوها دائرة صغيرة سودة وتلزاوها في بعضها كده هتبقى عملت شكل عين عايزة تعمل العين بتبسط يمين بتبسط شمال فوق تحت زي ما انت حابة عايزة تثبتها في الواسطة هذه وهتحتاجي مسدى الشام لو مش عندك مسدى الشام اي مادة لاصيقة عندك هتقضي الغرض ومش هتحتاري نجيب اول شكل معينة هنا قصيت على قدو الورق الملون ما عنديكيش ورق فوم ملون او ما عنديكيش اي حاجة اي لونة عندك اي الوانة عندك ممكن تحبقها تعمليها هنحدد بالشام او المادة اللاصيقة اللي عندك هنحط اللون الورقة ديات اللي هي انا قصتها هنسبتها من كل الجوانب هنجيب العيون ونحطها برضو في الوسط كده هنحط عين هنا وعين هنا وبعد كده طبعا المجسم مش هتتطرن ان انت سيبيه بس بعيون بس لأ ما ينفعش لازم تحط كمان فم علشان يبقى واضح ان هو فعلا مغسم بعيون وفم بواجه يعني قصدي هتجيبي بقى عندك اي قصائص صغيرة وهتجيبي الام هترسمي كده خط مستقيم صغير هترسمي خط مستقيم صغير وهتعمليه بنص دائرة من تحت كده زي ما انت شايفه وهتجيب المقص وتقصي الفم ده آآ نص الدائرة من صغير عامليه لتحت آآ وتقصي كده الفم زي ما انت شايفه تساويه وتحطيه آآ تحاولوا تحطي عليه حتى يعني اي حاجة آآ مادة لصيقة شامعة او اي حاجة بحيس ان هو يلزق شابه العيون كده بالزبط زي ما انتوا شايفين هنحط الفم برضو في الواسطة تحت كده هيديش اكل حلوة جدا هنجيبش اكل اللي بعد كده هنعمل نفس الخطوات اللي عملناها في الشكل اللي في اللي السابق آآ نفس كل الاشكال هنعملها بنفس الخطوة الاولى بس انت يقصي بس الاشكال كلها وتكوني مجهزاها وهنحط برضو شامع او مادة لصيقة من عندك وهنحط العيون اللي انت عاملها بايدك او اشتارتيها خلصنا هنا كل الاشكال عملنا المسلس وعملنا كل الاشكال زي ما انتوا شايفين الهرم برضو عملنا له كده قاعدة من تحت مربعة وعملنا قصينا اربع مسلسات صغيرين وضمناهم على بعض برضو بالشامع كل ده بالمقاص مش هيكلفك كتير مقاصه كارتونة فاضية وحتجيبي بس المادة اللاصيقة والورق الملون بس ولا تحتاري ولا تدخي على المكتبة ولا حاجة وتروح تعملي نشاط برا البيت عمليه بنفسك في البيت واتلاقي الفكرة كده جات في دماغك هتلاقي نفسك مبدعة وهتلاقي نفسك فعلا بتخترق حاجات لان انت بتبقي نوية تعملي الحاجة دي في البيت موش عايزة تدوخي برا على المكتبة ولا حاجة عملنا كل الاشكالة وزي منتو شايفين ده شاكلتين برضو اللي عملناه هو يعني اللي هنا العدو الرئيسي في النشاط هو المقاص والكارتونة هم دولة يعني الرئيسيين في النشاط كله المقاص والكارتونة بحيث ان انت تقصي وتلزقي وكده هنا عملنا برضو الخميسي ده برضو كده نصقت الالوان وجبت الوان معرضتش اعمل كل الالوان واحد فنصقت الالوان كده جبت من كل فخ كده خدت جزء صغير وبرضو الاستوانة ديت اللي هي بتاعت الكنز عملتها استوانة غلفتها من فوقه من الجناب ومن تحت سبتها فاضية لان انا هلزقها في الفخر كارتون احنا طبعا مش هنوصل للخطوة دي التونقف لأ احنا هنجيب عارفين انتو الكارتونة لو عندوكو كارتونة او عندوكو كارتونة بحملة شوية او عندوكو اللي هو الفل ده اللي بنلاقي دايما في الاجهزة القربائية دايما بنلاقي فل ابيض كده موجود في البتجاز او في التلاجة او في اي حاجة ما ترموهوش شيلوه هينفعكو في اي نشاط بعد كده هنجيب ورقة بيضة وكبيرة الفخ الابيض ده ناخد نصه بس يعني نص مثلا نص الفخ الابيض الكبير هنلزق فوق الفل لان الفل لو حطينا عليه الشمع سخت هيسيح وينزل ومش هتعرفي تلزقي فيه المجسمات فانت جيب الورقة البيضة دي او انت اي ورقة ملوونة انت حباها وحطي عليها الشمع وبعد كده حطيها على الفل ده هنجيب المجسمات وهنجيب مسدس الشمع وهنلزق المجسمات ديت هنلزقها هنحط في القاعدة من تحت علشان خاطر تمسك هنحط فيها شمع كده ونلزقها في المجسم لزقناهم كلهم بعد ما خلصناهم عملناهم كلهم وخلاص وده اخر النشاط وشكله حلو بيدي شكل حلو خالص وجميل يارب تكونوا تكون الفكرة عجبتكم وان شاء الله تكونوا استفدتم منها وحاولوا ان انتوا تعملوها في البيت وحاولوا ان انتوا تعملوا الافكار دي في البيت مش هتتعبكم خالص والله ومش هتحتاري عن مكتبها برجا انت استعيني بالله بس كده وتلاقي الفكرة جات في دماغك على طول وانت طول ما انت قاعدة كده بتفكري هتلاقي نفسك انت الفكرة جات لوحدك لوحدها في دماغك من غير ما تحتاري من غير حتى ما تدخلي عن نت يعني انا والله الفكرة دي جات لي لوحدها ما دخلتش عن نت ولا حاجة فكرة القاعدة دي برضو جات لي لوحدها كده برضو انا ببقى نوية اعمل الحاجة فالحمد لله رب العالمين ربنا بيلهمني فكرة في فكرة في فكرة فتلاقيني بلاقي فكرة احلى من فكرة فالحمد لله طول ما انت بتعمل الحاجة كده بحبه ومش بكسل فتلاقي ربنا بيلهمك الافكار ما تنسوش تعملوا اللايك واللي مش مشترك في القناة يفعل زر الاشعارات علشان يوصلوا من هنا كل جديد واللي عنده فكرة او حابب ان اعملوا حاجة مرحب بيه طبعا وعلى راسي من فوق اسفكوا تكملوا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حفز الله